صلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللقاء أصلا عن ضلالات وتأصيلات علي الحلبي المعروف للناس بتأصيلاته الباطلة وضلالاته ودي رسالة اسم رسالة مفتوحة إلى الدكتور إبراهيم عواد البدري الملقب بأبو بكر البغدادي وهو زعيم شنو داعش وإلى جميع المقاتلين والمنتمين إلى ما سميتمه الدولة الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله الرسالة دي اسم رسالة مفتوحة أدى الشيخ ربيع بيده لأخينا الشيخ الفاضل أو بكر آداب في زيارته قبل الماضية والرسالة دي أصلا من الكتابة زاته بس أنا دايري زولي مسك ليل ما يكاد كتبوها قال مية ستة وعشرين عالي من علماء المسلمين وشام ما بزولي مجي اسمع الكلام دا من ناس الصافية الضلال ويقولي أخطال ما أدى لكم شيخ ربيع معناته كذب لأنه أصلا هم أكبر عدو لهم شيخ ربيع والصفوجية بعاد الشيخ ربيع أكتر من جميع الأعداء شام ما بزولي يكذب هذه الرسالة الرسالة موجودة على جوجل على الإنترنت وموقعين علي قال مية ستة وعشرين عالم واحد فيهم عالم ما في كلهم مجرمين أنا بأتكلم لك بين الرسالة نفسها وقع عليها واحد أنا أتكلم لك بدون ترتيب برقم خمسة وستين من الشيخ قال المواقعين هو علي الحلبي وقع عليها نمر اثنين فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي كبس الله رأسه داخل فرن عيش قلوا أمين لأن أحمد الكبيسي ذا بسب الصحابة قاتله الله وانتقم الله منه عاجلا غير آجل يسب خالد بن الوليد رضي الله عنه كما روية في الأثر سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه ويسب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ولما اتصلت المارة الكويتية بهذا الكبيسي الكلب في قناة دبي الفضائية قالت له يا شيخ انت بتطعم في الصحابة وتسب الصحابة وده كلامي خالف العقيدة أسكتك الله الله يحشرك مع معاوية ذاته ده كلام وإصطافه ناس الدكتور محمد الأمين إسماعيل وناس الدكتور عبد الحيوسف قبحهم الله بإسم هيئة علماء السودان في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي هذا الكبيسي يا السودان يسب الصحابة زول مجرم زول لا علاقة له بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح زول شيعي زول رافضي ده موقع على الرسالة دي معاوى الحلبي بعض الصفوجية يقول لك نحن سلفين انتم مجانين ما سلفين والله الذي لا إلى غيره وانا لما نقرأيك الرسالة دي الرسالة دي تبين من أكتر الوسائق على وجه الأرض تبين ضلال هذا الحلبي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وحتى استغرب معلومات يعرفوها أطفال الروضة ناس الحلبي ضلوا فيها وأنكروها في الرسالة دي طيب ألوقع نمرة ثلاثة على الرسالة بس أنا ده نوديك أول شي الرسالة دي كتبها من ذاته بعد ذلك إنت حتتصور شكل الرسالة حيكون كيف وحتفهم معي إن شاء الله الموضوع تمام قلنا الكوبيسي مش كده آه نمرة اتنين علي الحلبي نمرة ثلاثة محمد حسن قريب الله أصوفي البليد ده تعال فاتح قريب الله ده موقع هنا وهو قال موقع رغم واحد وتمانين قال صفته طبعا كاتبين الزول الموقع العالم قال والصفة بتاعته صفته قال من علماء السودان كذاب ده سافل من سفلاء السودان طيب الموقع رغم سواء وتسعين نمر أربعة في الترتيب حقنا معالي الشيخ محمد مصطفى الفكي الياقوتي معاوة الحلبي يا ناس يا نازل ما بيتقوا الله ما بيخافوا الله هل ممكن ده يكون دين قبل ما نقرأ الرسالة والضلالات التي يشيب لها الولدان والله الذي لا إلى غيره ضلالات واضحة وضحة من اللنبة دي ولا دير الشريح ذات أشياء سابتة وعلمت من الدين بالضرورة جماعة دي ضلوا فوقا أصبر بس بوريك لبعا شوية لكن أنت لمن تعرف الناس الكتب الرسالة الذي بتعرف قيمة الرسالة وسفاهتها وتفاهتها قاتل الله كل من نقط فيها نقطة طيب بعد ذلك واحد تاني موقع برضو بليد تاني الإمام السيد الصادق المهدي دا الموقع رغم تمانية واربعين أها دا الحلبي معاهم أها يا صف وجية كيف أنتوا سلفين دا الحلبي سؤال بس أنتوا سلفين قال الإمام أحمد وإن أهل البدع لا يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين وشيء في كلام الإمام رحمه الله جاءت نكرة في صياغ أشنو النفي الذي يفيد النهي وكلاهما عموم كل عموم في أي شيء من أمور المسلمين ما يستعان بأهل البدع فيه إطلاقا تجي تقول دا دين وده المية ستة وعشرين عالم واحد فيهم يعلم شيء يسير عن الإسلام ما فيه واحد فيه ما مبتدع ما فيه الحلبي مغزوز وده شيخ الصف وجية جابه ولا ما جابه ناس حسن حامد وتاني منه مين هنا واحد اسمه مين كده حجازي وسجم رماد دا الحلبي دا شيخهم ودار تكلكل الصف وجي بس أضرب الحلبي دا طوالب نطيب بس الحلبي والله العظيم جد بس انت في مسجد تعصف وجية تعالوا والحمد الله رب العالمين تتكلم في البرعي والحلبي كلهم بس أضربوا انت جرب كلامي قد تستغربوا لكن جربوا وهو مجرب طيب خمسة الصفحة رغم خمسة ستة ضلال في مسألة ولنبدلكم بأمور العقيدة عديل الصفحة رغم عشرين صفحة رغم كم يا جماعة عشرين في رسالة مفتوحة من الحلبي وباقي المبتدعة من إخوانه صفحة رغم عشرين قال من المآخذ على تنظيم داعش أول حاجة داعش تنظيم ضال منحرف تماما عن دين الإسلام الصحيح وكلهم أهل بدع بلا استثناء وكلهم خوارج بل هم أشد من الخوارج الأوائل كما قال علماؤنا في عشرات الفتاوى عن تنظيم داعش بل اسم تلقى موجودة بصوت علمائنا جميعا موجودة على شبكات التواصل وغيرة وغيرة على الوسايا طيب قالوا المآخذ رغم عشرين بتاع العلماء المية ستة وعشرين المنهم الحلبي على تنظيم داعش تدمير قبور الأنبياء والصحابة ومقاماتهم خدت لي خطين تحت شنو يا جماعة هذا هذا الكلام كله قال لك أنا بقرأ الكلام كله وانت لابد تفهم انه أهل البدع بتاعنا العصر الكامو عشرين حقنا دا غالبهم يلبسون الحق بالباطل أنا دارك ذاته تتعلم كيف تستلى الباطل لشان تقدر ترد عليه من أي كتاب بتاع ضلال قدامك أول معلومة تعرفة انهم يلبسون الحق بشنو يا جماعة بالباطل وهذه صفة اليهود ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون طيب طالما بلبسوا الحق بالباطل ففي الجملة قد تلقى جزء من حق لكن بتلقى شنو يا جماعة تلقى الباطل لا بد تفهم قال تدمير قبور الأنبياء والصحابة ومقاماتهم لقد فجرتم ودمرتم قبور الأنبياء والصحابة وموضوع القبور يعني البناء على القبور بدلالة الكلام وموضوع القبور موضوع خلاف بين العلماء قاصي شنو بموضوع القبور موضوع خلاف هل الميت تدفن في قبر عادي ده فيه خلاف ما فيه خلاف ده الغراب الغراب علموا لأحد ابني آدم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي إلى آخر الآيات فده ما فيه خلاف حتى بين الغربان يا صف وجير يا غربان فهمت كلامينتا ما فيه خلاف فإذا ما قصد الحلبي وأعوانه وإخوانه من المبتدعة الصوفية المعاو ديل والصادق المهدي البليد المعاو ما موضوعهم إنه الدفن هو فيه خلاف موضوعهم شنو مشى في الصفحة رغم واحد وعشرين البعضية طوالي قال لأن الله تعالى يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أها قصد الخلاف في شنو يا جماعة في البنيان على القبور في القباب في الأضرحة ده الحلبي البليد ده الصفواجية شاكد الصفواجية ناس حجازي والأهبل البدري عرفته حسن حامد ما بتلقواهم بيتكلموا في القباب والأضرحة كلامهم كله في البنطلون أهم الأصنعوا تاني عندكم شنو ينتهي في شنو يعني ما عندهم كلام في القباب والأضرحة لأنه قال الحلبي قال ليك المسألة دي مسألة كنو يا جماعة خلاف أشوف في الخلاف ما رجح الحلبي قال مع أن الراجح عدم جواز البناء على القبور بل الظاهر من كلام الحلبي وإخواني من المبتدعة إنه يجوز البناء بناء القباب على القبور لأنه جاب الآية البستدلبين أسأل بورعي قال البورعي في ديوار رياض الجنة ونور الدجنة فأصحاب القباب لهم مزايا يخي وقف الشيطة كلام ده ده غير لابد تفهم قال فأصحاب القباب لهم مزايا تقوم على أدلتها الشواهد تقوم على أدلتها الشواهد وذكر بناء القب الخضرة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الكهف خير شاهد وقالوا ابنوا عليهم بنيانا خير شاهد المهم جاب الآية دي جزء منه في بيت الشعير في ديوار رياض الجنة يبقى دليل الصوفية على جواز البناء على القبور شنا يا جماعة الآية دي وده ما يحتاج لدليل من كلام البورعي لأنه الآن الصوفية كلهم بيقولوا كلامنا الآية معناته شنو يا الحلبي يا صفوجية قال ابن كثير قال ابن جرير ابن كثير قال ابن جرير عليهما رحمة الله فيها قولان الأول الأول أنهم أصحاب الشرك منهم يعني الناس اللي قالوا ابنوا على أهل الكهف على قبورهم جبابوا بنيانوا أضرحة قال أنهم أصحابوا الشرك والثاني طبعا لو أصحاب الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن مشابه شنا يا جماعة المشركين قالوا بنيانا عن أصحاب المشركين قال والقول الثاني أنهم أصحاب الكلمة والنفوز ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر لما جاء بالصحيحين من رواية عائشة أن أم سلمة رأت كنيسة رأتها بأرض الحبشة ولعل معاهم أم حبيبة تقريبا المهم بأرض الحبشة وما فيها من التصوير فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك الخطاب للمرأة بكسر الكاف أولئك شرار الخلق عند الله ليه شرار الخلق؟ لأنهم بنوا شنا يا جماعة على القبور ودخل القبور تحت الأبنية في إمتى؟ إذن الموضوع فيه خلاف ولا ما فيه خلاف؟ ما فيه خلاف إذن الآن يدي دليل على جواز البناء ولا ما دليل؟ ما دليل لأنه بن كسير نقل لك كلام من جرير الواضح ولو كان ولو كان المسلمين من قوم أهل الكف الجبع ديهم يعني ولقوم خلاص وبنوا علىهم بنيان يجوز في دينهم الوقت داك قال الألباني في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد مع أن القول الصحيحة من أقوال الأصوليين أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا ما شرعنا فهمت كلامي؟ إذا كان دا شرع ديلك في زمن أهل الكف هنا في زمن دا ما شرعنا ما شرعنا وزيادة إنه منسوخ إذا كان أصلا موجود بدليل الحديث الذي سبق وأزيد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبر وثنًا يعبد استد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد إذن الحلبي يرى في ظاهر كلامه الأظهر جواز البناء على القبور لأنه أتى بشبهة التي يستدل بها الصوفية على جواز بناء الأضرح والقباب ولم يأتي بما يقابلها من قول أهل الحق أو الرد على الشبهة وقرر قبل ذلك أن في الأمر خلاف وليس فيه خلاف ما في خلاف أبداً تبني في قبر حرام حرام بإجماع المسلمين وإذا أردت الإجماع تلقوا في كتابين كتاب حكام الجنائز للألباني وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد أيضاً للألباني علي رحمة الله ددين الحلبي هل بعد هو تلميز للألباني؟ يا صفواجية يا حسن حامد يا سجم رماد ما رأيك في البناء على القبور؟ حرام ما رأيك في فتوى الحلبي؟ حلال؟ ما هذا التناغط فتوى الحلبي حرام لماذا تتخذه شيخاً معصوماً وتقاتل من أجله وتوالي وتعادي عليه وعلى آرائه ددين الحلبي ضلال في العقيدة طيب لو زول جاب شبهة؟ قال يا أخي الحلبي وقع لكن ما وافق قال هاك أن شارب شنو يعني؟ شربوت؟ لما نوقع سؤال؟ كيف وقع ما وافق؟ هنا في الآخر قال لك شنو؟ قال يا أخي الله يوقف البتاعة ده يا أخي دي الجاي من وين النازل؟ طيب قال الموقعين حسب الأرقام الأحرف الأبجدية على الرسالة المفتوحة اللي هي أبوكر البغدادي رصوم مية ستة وعشرين سجم فرمات مية ستة وعشرين عاطل هنا مسجلين يبيحوا الكلام ده ده صفحة عشرين طيب قال أما كلمة المقامات يعني جواز المقامات استدلوا بها بآية قال وقال تعالى واتخذوا من مقام مصلى شو الكلام ده كلام عجيب كيف؟ قال ده دليل على المقامات طيب نشوف العلماء قالوا البغوي والسعدي وغيرهم فسروا الآية دي خلاص قالوا المقام المقصود نمر واحد هو ذلك المقام الذي فيه الحجر وهذا الحجر قصته أن إبراهيم لما بنى البيت صعد عليه فجعل الله لإبراهيم معجزة وعلامة أن جعل أثر بعض أصابعه على الحجر فجاء عمر بن الخطاب لعله في زمنه فقرب الحجر إلى البيت أكثر وهي الموجودة الآن ده قال ليه بعض الطواف يقول لك من السنة الصلي ولا المقام شنو؟ ركعتين عرفت الحتة دي؟ دقول بعض المبسرين قالوا دقول جمهور المبسرين القول الثاني قالوا مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلة قالوا كل المشاعر والمناسك بتاعت الحج والعمرة من المبيت من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والسعي بين الصفة والمروة والطواف قالوا دي مقام إبراهيم هي كل المناسك لكن هل ده معناته إنه ده يجوز إنه نجعل قباب وأضرحهم مقامات على قبور الأولياء والأنبياء والصالحين شفت الغبابة على الحلبي والصفوجية ليه الصفوجية لأنه دينهم دين الحلبي ولا ما هو تجي تنكر الحلبي الليلة نحن بنخليك يا صافية ما أنكرته الكلام ده ملصك فيك مدبس فيك عرفت كلامي؟ طيب بعد ده أزيدك معلومة قوية جدا تمسح هذه الشبهة من ساسها إلى راسها وتمسح أي صفوجي والحلبي معاهم قال مقاتل والسد فيما نقل البغوي في معالم التنزيل تفسيره قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال أمر بالصلاة عند مقام إبراهيم ولم يؤمر بمسحه وتقبيله شفت التوحيد؟ كيف؟ أها الحلبي تمشوين؟ ليه نقطة واحدة ليه لليلس فيها في عقيدة الحلبي المنحرفة تماما عن عقيدة السلف الصالح وعن عقيدة رسول الله من قبلهم وعن عقيدة الصحابة لأن علي بن أبي طالب بعث أبا هياج الأسدي وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث علي بن أبي طالب قبل ذلك فاقتدى علي بعدما اتمر بأمر رسول الله اقتدى بأمري في أن أمره أبا هياج الأسدي فقال ألا أبعثك يا أبا الهياج إلى ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدعى صورة إلا تمصتها ولا قبرا مشرفا إلا شنو يا جماعة سويتوا الرواه مسلم يا حلبي ويا صفوجية نازل ما عندهم عقيدة عديل كده ولا سلفين عديل كده سلف بجوز المقامات والأضرح والقباب يا حلبي يا بريد يا حسن حامد يا متابع الحلبي البريد يا حجازي يا متابع الحلبي البريد لدينكم ولهذا السبب ما يدعون إلى التوحيد ولما نقول ما يدعو إلى التوحيد يجر سريع حسن حامد سجليني كلم عليك الله سريع الشرك ينقسم إلى أتنين والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة ده ما هو ده ما كفاية ينقسم إلى ثلاثة البريد يظل فيها توحد من الثلاثة ياتوا ده التوحيد اللي بنعرفه الفيو شنا يا جماعة تبصيل طيب دي النقطة الأولى النقطة الثانية قال أنا كاتب نقاط قوية جدا الصفحة رغم عشرة يرى الحلبي وإخوانه المبتدعة الستة وعشرين حرية الأديان مش كاتب هناك في رسالة عمان كاتب على الناس قال أنا ما أرى التعصب للمزايف الأربعة كيف أرى حرية الأديان أو كلمة نحوها جتان في هذه الرسالة الجديدة رأى فيها الحلبي وإخوانه من المبتدعة صادق المهدي واليأقوتي وأبتاع الفاتحة قريب الله ولده ولا جده وحبوته المهم تابع ليه خلاص صفحة رغم عشرة هنا تاني رأى حرية الأديان صفحة رغم كم عشرة تبتحاربوا داعش كلكم ضالين داعش والحلبي والصادق المهدي وغريب الله وكلهم طيب صفحة رغم عشرة قال فالجهاد أقرأ ليك من رغم تسعة بتكلم عن سبب الجهاد النقطبة قال هو أن يقاتل المسلمين المسلمون من يقاتلهم ولا يقاتلوا أحدا لم يقاتلهم لا يعتدوا على أحد لم يعتدي عليهم كلام دا صح كذلك قبل أن نمشي لحرية الأديان تابع لكلام دا حرية الأديان لكن بس لحد دينا صح سبب الجهاد هو أن يقاتل المسلمون من يقاتلهم ولا يقاتلوا أحدا لم يقاتلهم ولا يعتدوا على أحد لم يعتدي عليهم واستدل بالآية أذنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ومشى لا قدام لا يد ما عنده علاقة بالموضوع دا أبدا أبدا زي واحد قال لما ما هو الدليل على أن صلاة الظهر أربع ركعات قال يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض نفسي دا بس ما عنده أي علاقة عرفتها؟ الآن ما عنده علاقة طيب لكن المعلومة دي صحيحة يعني المسلمين يكونوا قاعدين وعندهم قوة خلاص قاعدين جوزوا الاعتداء يردوا الاعتداء ما جوزوا الاعتداء يكونوا قاعدين هل دا الدين؟ أين قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أين قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الله أمروا يقاتل الناس حتى لو ما قاتلوا طالما ما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صح ولا ما صح يا جماعة؟ وربنا قال فاقتل المشركين حيثوا وجدتموه والله يا جماعة دي معلومات حتى أطفال الروضة عرفيننا أن الجهات فيه جهة الدفع وجهات شنو يا جماعة؟ جهة طلب ديال هنا أنكروا جهات الطلب وأثبتوا جهات الدفع شاكده قال لك المسلمين ما بيقاتلوا زول ما يقاتلهم ولا اعتدع عليهم فيه إمتى أنت قزين شنو؟ لأنه صديق المهدي قاعد جوه بقى لك في خير؟ ودى الغريب الله قاعد تحت اليغوط الصوفي قاعد الحلبي قاعد يا صف وجيه دا ياتدين جيبت دا ياتدى وان دا ياتدين مينة تكتاب دين الصف وجيه دا مينة تكتاب أنا دا نعرف طيب قال البغوي شما يقول لنا فتسروا الآيات براكم أنا قرأت قول الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال البغوي وقاتلوهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة أي شرك يعني قاتلوهم حتى يسلموا فلا يقبل فلا يقبل من الوسني إلا الإسلام فإن أبى قتل آها فيهمت لا يولا ما فيهمت ابقى دين الحلبي وصف وجيه باطل وأي كلمة أقول أنا مسؤول منا أمام الله عز وجل وده دي الوسائق دي صفحة رغم عشرة وليسه أنا ما جد لموضع الشاهد تحرية الأديان هو جاي في نفس الكلام قال فالجهاد مرتبط بالأمن كالضاب ما مرتبط بس كده كله بالأمن أحيانا مسلمين يكونوا أمنين وعندهم قوة وبيمشركين هناك بنمشوا نقول لهم أسلموا لا بنخش عليهم نقتلهم نشير نسوانهم وقروشهم ده الدين ولا ماهو ده الدين الدليل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل قال الحلبي وأتباعه وإخوانه من المبتدعة قال فالجهاد مرتبط بالأمن وبحرية الديانات أهو ده الكلام عشان كده قبل قال لك زول ما جاك ما تضربه زول ما قاتلك ما تقاتله لأنه في حرية بتاع الديانات داك قاعد كافر بيعبد النار وإنت قاعد داك بعبد فلان وده قاعد والدولة الإسلامية في حالة عندها قوة تنشر الإسلام وتقاتل بحد السيف والسلاح والجهات ما تقاتل تكون قاعد عاطل قبلك عرفت كلامي سألك تسأله ما سأله خلي كافر قاعد دا دينة صفواجية الحلبي حلبي دا شيخ منو؟ شيخ نادي المريخ ولا شيخ ناس عسسن حامد ومين حجازي وسجم رماد؟ شيخم وشيخن صار السنة برضو لأنه الهواري جابه ومعاه شيخ ابزيد ومعاه مين عبد الكريم ومين عبد المنعم صالح دا شيخم برضو وشيخ ناس جمعية الكتاب والسنة لأنه كان بيجي بيحضروا ليو وفرحانين بيو واخوانا لما نوزع منشورات في كلية جبرة قالوا الحلبي مبتدع استدعتهم الإدارة بتاعت الكلية قالت لهم أنتوا بيقيتوا مجرحاتية ومزملاتية تبا للكلية تعجب رأ طيب قال فلا جهادة هجوميا عدوانيا بسبب اختلاف الرأي أو الدين يا جمال الكلام دا الكلام دا يخالف القرآن عادي يا جير كده انتوا فهمين معي الحاصل شنو لا لا في جهاد بسبب الدين قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة البغة بقال يعني شرك ويكون الدين كله لله دا دين ولا ما دين كيف ما في جهاد كيف ما في جهاد يكون عدواني بسبب الدين أو اختلاف الرأي كيف ما يكون في جهاد ومنون قال لك ما في جهاد بسبب اختلاف الرأي وربنا قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلز عليهم وحنجيها الآية دي تانية تاني في نقطة بليدة جدا من الحلبي والصفوجية والصادق المهدي تابع لهم طيب دي النقطة رغم كم يا جماعة النقطة رغم اتنين في ضلال الحلبي الحلبي وادباعه من المبتدعة في صفحة رغم اتناشر والله هذا بيقول كلام غريب من روح قال واما بالنسبة لقوله تعالى كلام دي ريت لو الناس كتبوه لقوله تعالى واغلز عليهم وقوله تعالى وليجدوا فيكم غلزة فهذا اثناء القتال وليس بعده دقيقة اصبر قال السعدي في تفسيره يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلز عليهم وهذا شامل الغلزة دي شامل لجهادهم باقامة الحجة عليهم قبل القتال ذاته باقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وابطال ما هم عليه من انواع الضلال دا كله فيه واغلز عليهم والليل لا في اسناء القتال بس وجهاد بالسلاح بعد ذاك دا اخر حاجة والقتال لمن ابى ان يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه الحلبي جاهل ولا ما جاهل جاهل معه الصفوجية دي الصفحة رغم اطناشر الصفحة رغم اطناشر البند رغم الف الحلبي جاهله بدين الاسلام جاهل مركب اجهل من حمار توم الحكيم كما يروع قال الاصل في الاسلام دا الحلبي واتباعه ان من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مسلم ولا يجوز تكفيره طيب من قال لا اله الا الله وان محمد رسول الله مسلم كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال لكن مسلم حكما ولكن هل هذا الكلام مقيد بقيد صحيح ام كان كلاما باطلاقه باطل باطل باطلاقه لان الصحيح ان من قال لا اله الا الله وان محمد رسول الله مسلم حكما ولكن يجوز تكفيره اذا اتى باحد نواقضي الشهادتين ولا ما كده فكون يقول قال لا اله الا الله محمد رسول الله ما يجوز تكفيره مطلقا هذا باطل وانا قريت الكلام لا نهيت بغادي ما استثنوا قالوا لكن فيه ممكن يرتد او ينتقد اسلامه فده من اسوأ الكلام من اسوأ الكلام الكلام ده لانه في صوفية ينموا قيم معاو وجبهجية وبتاع وده من هجم اصلا ده من هجم اصلا الحلبي معاو صفوجية معاو طيب الصفر رغم تمانية الحلبي قال ان الجهاد اقرأ لكم كلامه قال مصطلح قال وكلمة الجهاد ده بنص كلامه وكلمة الجهاد مصطلح اسلامي لا يصح ان يستعمل ضد اي مسلم اخر وهذا اصل واساس ما قولكم يا صفوجية ويا حلبجية في قول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولاحظ قوله تعالى من المؤمنين مسلمين يعني اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما احداهما دي شنو مسلمة لا ما مسلمة مسلمة مؤمنا فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيى الى امر الله هل هذا جهاد يا حلب ام افساد الذي امر الله به وقال فقاتلوا التي تبغي هل هذا جهاد عند الحلب والصفوجية ام افساد سؤال اسأل لأي صفوجي الممطلون حرام قال عناو ده رأيك فيو شنو ولا كيف يا جماعة ده جهاد ولا ما جهاد جهاد ولا ما جهاد وما قولكم يا صفوجية ادباء الحلب الضال المبتدع تماما عن المنهج الصحيح والله ده كلامي بدع راسه ذاته عرفت كلامي افهم الكلام ده كويس ده وصول كله وصول كله وصول ازول بيهدين فيها معاوه الصادق المهدي والفاتح ود الفاتح غريب الله كله والكبيسي البليد عرفت كلامي طيب اها ما قولكم في قتال علي بن بي طالب للخوارج والعلماء قد انقسموا في تكفير الخوارج فمنهم من قال انهم مسلمون لكنهم مبتدع ضلال ومنهم من قال انهم كفار اها ما قولكم على قول من قال انهم مسلمون ضلال مبتدعة الذي القتال الذي قاتله مبتدع بطالب هل هو ابساد ام جهاد اذا كانوا مسلمين ما قال وكلمة الجهاد مصطلح اسلامي لا يصح ان يستعمل ضد اي مسلم اخر كلام ده ما كلام باطل او لا ما باطل باطل يا حلبي ويا صفوجية طيب ما انتوا انا بتكلم لاننزك طيب الصبع رغم تسعة الحلبي الصفوجي والصادق المهدي المبتدع والحلب المبتدع والياقوتي والدلفات غريب الله والكبيسي والجماعة المعاهم قالوا انه نحن بنظن انه مقاتلي داعش ديل يعني عندهم نية للجهاد وعندهم استعداد للتضحية هل انتوا بالظن كده يا سلفيون بالظن في ناس داعش كده قال وحقيقة وحقيقة يرى فيكم في ناس داعش بخاطمهم وفي مقاتليكم شجاعة واستعداد للتضحية ونية الجهاد ولا ينكر هذا احد صديقا كان او عدوا ان كان صادقا تابع الاحداث لكن بعد ذلك قالوا الجهاد عنده شروط انتم ما استرطوا بها وكده وده عارفين لكن دكث هل انتم بطروا ناس داعش ديل عندهم شجاعة واستعداد للتضحية ونية للجهاد ما في ما في خالص لا نية لا شجاعة وده الاغبى واجبن خلق الله ياخي داعش يومتا في مدينة الرقة امه قالت ليه خلي ناس داعش وارح نطفش من البلد دي بيقى فيها مشاكل نعيش لنا في بلد آمنة كلام ده سمح ولا ما سمح ايه وقام ربطه وناد ناس التنظيم قالوا انت كافرة لانه خالفت التنظيم كافرة واحد ربطوه طلعوا في المدينة وحشدوا ناس مدينة الرقة ادوا سلاح ناري طلق في راسه وفي جسده رماء امه اه دي الشجاعة يا كبيسي ويا حلبي ويا مختار البدري ويا حسن حامب ويا حجازي دي الشجاعة انا ما بحملك الكلام ده لانه لا الحلبي ده الحلبي اللي بيقول كده ما هو صادق المهدي والكبيسي دي الصباح رغم كم رغم تسعة الصفحة رقم اه الصفحة رقم اتناشر الصفحة رقم اتناشر دي فيها كمان ضلال تاني من نوع اخر وهو قد زكرناه بتاعه لا اله الا الله محمد رسول الله طيب الصفحة رقم اربعتاشر دي فيها ارجاء وعقيثة المرجعة واصول عظيمة وكبيرة جدا من اصول المرجعة في الفقر رقم جيم زكر له ادل فاذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله الآية وحديثا النبي صلى الله عليه وسلم من الاعمال بالنيات الحديث وبعد ذلك بدأ يأصله قال فهذا يعني ان الكفر كلام ده بالذات داير منك اشتيعاب شوية يتطلب فهذا يعني ان الكفر يتطلب قصدا قصد ونية الكفر القصد والنية انه ذكر انما الاعمال بالنيات وذكر الاية وليس مجرد قول سهو او عمل غافل لحد دينا ماشين فلا يجوز الحكم على اي شخص بالكفر دون ان تثبت عليه نية الكفر يعني زل قال سبت دين لالله اقول ان انتك تكفر النية جوه جوه هناك والله ما انتك يكفر كبت زعلان من مرة سبت لها دين لالله انت ما كافر قود لك فيمتوها كده ولا ما فيمتوها بس انا دار اوقع عليك ده ده من من اغلص اصول المرجى يا ناس والله العظيم وجمع الرسالة كاتب فيها الصادق المهدي الذي لا يفقى كوعه من بوعه عرفت كلامي هل ممكن يكون فيها خير والحلبي الصفواج معاه حسن حامد هيا بنا الى الحلبي هيا بنا الى عينك ذاته ده مجرم ده مجرم الحلبي ده قال لسه الكلام داي كلام ده والله الكلام ده لا يترك احد كافر على وجه الارض حتى بابا الفاتيكان والبابا شنودة وغيرهم دال بكلام ناس الحلبي والصفواجية دال مسلمين من صميم الاسلام عرفت كلامين ده طيب لان البابا فاتيكان ذاته انت قلت الالهة ثلاثة صح؟ الله ثالث ثلاثة قصدك تكفر يا بابا الفاتيكان لا نحن مؤمنين وحندخل الى روح الله النصارى بقوله كده يعني زي الجنة يعني ندخل الى روح الله نحن مؤمنين قالوا وقالوا اتو كفار يلا قصد الباب ده قصده يكفر القصد بتاعه يكفر طيب اديك آية تانية ربنا قال وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلَعَبْ انت لحظة الآية ذاته وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ حيقولوا شنو؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلَعَبْ يعني نيتهم ما كانوا شنوه جماعة النية ما كان شنو حسب ظهر الآية النية ما كان يكفر لأنه اعتذروا قال وَاللَّهِ كُنَّا نَخُوضُ وَنَلَعَبْ والحديث في سبب نزول الآية إن الرجل لما قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء وعوه بن مالك قال لك زبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرك فذهب ليخبر النبي فوجد القرآن قد نزل وسبقه فجاء الرجل السب الصحابة والنبضة قال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما قصدنا ولا نيتنا شنو يا جماعة؟ نكفر ربنا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يا صف وجي يا ناس الحلفي ددينكم كل مخالف للعاقيدة كلامنا صفحة رغم كم؟ رغم 14 أولا تقول لي صف وجي سلفي إلا لو ما قمت على الحجة والله أكلمك صف وجي متابع الحلفي وعارف البدع والعلم البدعو بتفسير مبين مفسر؟ ده مبتدع صف وجي مبتدع حتى لو مكسر جلا بيته إن إلا فيه في رأسه فوق برضو مبتدع أكلمك النصيحة والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا خالق إلا إياه أفهم الكلام ده كويس؟ كلام ده يا جماعة ده بإدم الدين مرة واحدة في قلوب كثير من المسلمين طيب قال قال فلا يجوز لا يجوز يا صديق المهدي فلا يجوز الحكم على أي شخص بالكفر دون أن تثبت عليه نية الكفر نقطة ودي نقطة يعني ولا يجوز التكفير بدون التأكد من هذه النية صب الدين؟ كذلك النية جوة كيف؟ والله أنا بس كنت ما عندي مسلم كافر يا زول يكفر الإنسان بالقول كما قال العلام الفوزان في كفر بالقول ويكفر بالفعل في كفر بالفعل سجد لصنم رمى المصحف غيره ضبح لي غير الله طاف بالقبة تقربا لها كافر بالفعل ما بيقوله دقيقة جوة نية هنا نية دي ما في أفهم الكلام ده إنت لكن بعد ذلك بعد ذلك الجهل وموانع ده موضوع براو في مسائل معينة في مسائل معينة لكن والله الكلام ده من أبطل الباطل على وجه الأرض طيب قال ما شاتحت قال كما لا يجوز التكفير بالجملة لأناس معينين يعني التكفير بالفرادي واحد تكفروا لكن لو في عاشرة كلهم ده غير الله قلنا لهم ده شرك قال تعالى إنه لا يفلح الكافرون ويوم القيامة يكفرون بشرككم فلا تدعوا مع الله أحدا ومن أظل ممن يدعو من دون الله قالوا لا برضو من دعوهم يا ناس الله قال كده الرسول قال كده دي الكفار حتى لو كانوا جملة يعني ما إلا واحد والتكفير ما إلا واحد قلت قال ليك بندقية خرطوش ممكن بجملة برضو يكفروا مجموعة مجموعة ولو ألف يكفروا ألف طيب ناس المشركين قريشي ديل الماء أسلموا كتار ولا ما كتار جملة ولا ما جملة جملة ولا قطاعي جملة كفار ولا ما كفار كفار يخذ دادين بتاع الصادق المهدي والفاتيغ غريب الله والكبيسي وعلي الحلب وصفوي دادين طيب قال ولا يجوزه تكفير من يشكك في كفر الآخرين أو من لا يكفرهم آها أنت قريتون وغضا الإسلام العشرة لمحمد بن عبدالوهاب الناقضين بقولوا شنو بالحطة دي من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحها مذهبهم كفره إجماعا يبقى النقل الإجماع هنا يا جماعة عندنا هنا محمد بن عبدالوهاب ديل بخالفه كلامه لأنه في يوم الفاتحة غريب الله الصوفي لكن الحلب يصف وجي معاه وقع على الكلام ده أها برضو رسالة عمان دي والله رسالة الشيطان دي طيب دي الصفحة رقم 14 الصفحة رقم 17 ده كمان كضب على ربنا عديل صفحة رقم 17 الفغرة 12 قال الرقم من أهداف الإسلام الرقم من أهداف الإسلام التي لا ينكرها أحد من العلماء القضاء على الرقم من أهداف الإسلام ألما بينكر واحد من علماء الإسلام إنهم يغضوا على شنا جماعة الرقم وذكر الآية قال فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما أدراك ما العقب فك رقبه إلى آخر قال تعالى فتحرير الرقبة قال ومنذ أكثر من مئة سنة أجمع المسلمون لاحظة كلام دكي طب كيف أجمع المسلمون بل أجمع العالم بأكمله على تحريم الرقم وتجريمه قال تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ أَزْوَاجِهِمْ عَرْفِنْهَا مِلْكَ الْيَمِينَ الْرَبَّنَا قَالْ وَطْأَهَا لَا تُلَامْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ دي شنو وَهَلْ هَذِي الْآيَةِ نُسِخَتْ يَا حَلَبِي يَا صَفْوَاجِهِ يَا بَلِيد الآيَةِ دي نُسِخَتْ قال الشيخ الفوزان من أنكر الرقة وقال إن الإسلام منعه فقد كفر بالله هذا كيف ده دي حلوها كيف لأنه الله قال كده بسرطة المعارج سرطة المؤمنون وغيرة في رق ولا ما في قال العلامة الفوزان حفظه الله فحيث ما وجد الجهاد وجد الرق يا حلب يا بليد يا صفوجية يا حسن حامد يا سجم رماد يا أنصار السنة يا الهواري يا ضلال تنكر آيات من القرآن وتقول أجمع المسلمون بل أجمع العالم كله إلا كان قاصد كونزليزا رايز والله العظيم والأمم المتحدة دي الممكن يكونوا أجمعوا وأجمعهم كفري ونحن مسلمون عرفت كلامي؟ أنها زي الناس أغبية حمقة حمير ده ده قرآن دي لصفوجية تبع الحلبي حلبي متابعينه صفوجية ده كلهم ده دينه صفها رغم كم؟ سبعتاشر الصفها رغم تمنتاشر وتزعتاشر الفقرة رغم اربعتاشر النساء قالوا دي من المآخذ على داعش وده العاملين زي العلمانين في الجامعات ده المية ستة وعشرين شيطان ده زي العلمانين في الجامعات أنت عارب يعمل إشنو؟ طبعا داعش كعبة شينا يضربوا الإسلام بإسم داعش والعلمانين في الجامعات يضربوا الإسلام بإسم إنه إحنا قاعد نطعن في الكيزان ونشتم الكيزان يقول لك والله يا أخي أن الحجاب ده كعب لأنه الكيزان نشره لها لا ما كعب ده دين الله لأنه ربنا نزل من السماء ولكن إذا أمنه قال لك نجر عجاب أنت منيون ولجنون خلاص فده نفس الأسلوب طيب قال النساء هذا موضوع طويل أها يا صادق المهدي والحلبي مختصر هو أنكم جعلتم النساء كأنهم سجينات ومعتقلات لو قال جعلتهم سجينات ومعتقلات يبقى يقصد ناس داعي لمن سجنوا نسوان خلاص وده كلام صحيح باطل ما يسجنهم ويعزبهم بدون يعني أي رحمة وده عزاته ما دولة أصطن شرعية جانتزجنوا ده عزبوا تفعل لكن قال كأنهم سجينات كأن تشبيه مش كده قاصد شنو النمز والسلام قال إنهن عوان عندكم لكن أمشي قده موضح من كده قال يلبسن حسب آرائكم ناس داعيش ناس كعبين جدا وظلال ومبتدع لكن حسب الشيل أشوفناه إنه النسوان معلومة جماعة منقبات خارجيات النسوان مبتدعة لكن النغاب ده ما له دين ولا ما دين دين ما قولكم يا الحلبي والصادقاء ما قصدكم يا الحلبي والصادقاء المهدي يلبسن حسب آرائكم أنتو عارفين للبس أغلب هناك نغاب هل النقاب والحجاب آراء داعش أم هو دين الله الذي نزل من السماء وليضربن بخمرهن على جبهن وروى البخاري قالت عائشة في قصة الإفق جاء صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني وكان يرانس قبل نزول آية الحجاب فلما اقترب مني خمرت وجهي بجلبابي هذا كيف طيب أمشي قدام لسا قال وكذلك تمنعون النساء أن يعملن ويكسبن ومنع النساء من العمل بالعموم دين الله قال الشيخ الفوزان في كتاب تنبيهات تنبيهات وأحكام تختص بالمؤمنات مش كده الرسالة طيب سأل عن حكم عمل المرأة خارج البيت قال الأصل قال تعالى وقرن فيه بيوتكنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال فما يجب أن تطلع تشتغل إلا بضوابط أو بشروط واحد قال أن تكون محتاجة ومضطرة إلى ذلك وليس لها من يعولها يعني يهتاكل يهتا موت الإسلام بيقول له شنو يا جماعة اشتغل هذا الضابط الأول الضابط الثاني تخرج محجبة الثالث المكان يكون ما فيه راجل واحد قاعد جواه لا حلب لا غيره عرفت الضابط الرابع إن يكون العمل ذاته يناسب طبيعة المرأة وخلقتها الخلق عليها الله وفطرتها ما بتشتغل المرأة حداد ما بتشتغل المرأة عالتالي بالسوق بتعخيزا ما ممكن أصلا لكن إذا كانت عند من يعوله وشالشي هذا قدر اللوضة دي حرام تطلع تشتغل هس دان إحنا الضابين قاعدين نضبط بيه كذلك قال للحلبي والعطالة دي الضابين قاعدين نضبط بيه طيب قالوا تمنعون النساء أن يعملنا ويكسبنا يعني ناس ناس والصادق المهدي وغيرهم دارين النساء شنو يا جماعة اشتغلا لأنه الصادق المهدي وقع على اتفاقية السيداء أصلا اللي هي الراجل ممكن يتزوج الراجل في الاتفاقية والمرأة تتزوج المرأة والمرأة ممكن تتلقك ولح الخضرة نقص طي داخل طالق يا راجل بالتلاتة أرجع ترجعك بيتبوك وشيل عفشك معاك عشان كده الصادق المهدي عنده الفقر أما الكبيسي الكبيسي قال لي أخذت الاختلاط رأيك فيه وشنو الحجاب قال أصلا ما في منع للاختلاط كان في زمن الرسول كله ولا الصحابة ولا التابعين أبدا ولا دولة بني أمية قال في عهد الرسول كان في اختلاط بين الصحابة والصحابيات والله العظيم بالفيديو ده الكبيسي الموقع على الرسالة دي وده الصادق المهدي وموقع معامل الحلبي طيب هنا في الرسالة دي الحلبي قال وتمنعون النساء وكذلك تمنعون النساء أن يعملن ويكسبن يعني ده بيجوزوشنا جماعة مطلغا خرج المرأة للعمل وهذا باطل قال ويتحركن بحرية دي حرية شنو يا جماعة المرأة دي الحلبي دايرة مرة تمرو يا زون أشا كده قال لي جابوه مع المزيعة في القناة زي ما رد عليه شيخ رسلان قاعد يتونس مع المزيعة برة شغال معاه أول ما دخلوا قدام التصوير قال عمل رأسه كده المزيعة طوالك يا شباته قال لأيت تبرم أو كنت بدعاء الله وتتونس معي أشان كده دا السبب الخل الحلبي والكبيسي كبس الله رأسه داخل فرن بتاعيش بلدي عرفته وداك التالت اسمه من والصادق المهدي والغريب الله والياغوتي والصوفية والمجارمة والضلال والمبتدئة اتفقوا على الكلام ده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال الأرواح جنود مجندة ما تعارف من تلف اتلفوا ووقوا على الرسالة دي رسالة مفتوحة فتح الله رأسهم جميعا طيب في نفس الصفحة رغم تسعتاشر الفقرة ستاشر ضلال الحلبي الصفواجي في مسألة الحدود حسن نازل فضل لهم حاجة بعد يقول لك هيا بنا إلى مسجد البخاري في اللاماب دا دينهم وإلا ينكر الحلبي دائب الدعو دا دين الحلبي طيب فغرة ستاشر بتكلم عن الحدود ضلالهم في الحدود قال الحدود واجبة بالشريعة الإسلامية لا محالة كويس وده كل صح إلى أن قال فلا تطبق في ظروف القسوة أهذا شنو يعني والقسوة دي ضابطة شنو يعني واجب ضابطة منوزات الدليل شنو يعني وتقصد بالقسوة شنو لو جبت دليل تقصد بيه شنو أنا دا رفم طيب نشوف نقصد بيه شنو قال فعلى سبيل المثال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد درأ الحدود في بعض الحالات إذا ما توفرت الأدلة دي الحالات أو ما شابه ذلك قال وعمر بن الخطاب رفع الحدود في عام المجاعة كما هو مشهور دعم شنو البسمو عام الرمادة الألباني ضعف هذا الأثر في إرواه الغليل إن عمر بن الخطاب عطل الحدود في عام الرمادة ضعفه طيب وعلى القول بصحتي لو قلنا صحيح لو قلنا صحيح هذا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد المهدي الذي أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بسنته وقد قدر هذه الحالة على فرض صحة الأثر فهل الحالة بها صديق المهدي والكبيسي يقدرون الحالة كما قدرها عمر أو على طريقة عمر بن الخطاب صديق المهدي أقول لك صديق المهدي أنكر حد الزنا أنكر حد السرقة والله العظيم جد أنكر حد الردة ساوى بين المرأة والرجل فهمتك كلامي؟ هذا كله في كتاب العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الإسلامي للصديق المهدي المبتدع الضال الذي لا علاقة له بالإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قال وفي كل المزاهب الشرعية للحدود إجراءات واضحة ينبغي أن تنفذ بالرحمة قال وشروطها شف تعطل الحدوطنا بحرفنا من الحلب وجماعة وشروطها تجعل تطبيقها صعبا طيب سؤال تطبيق الحدود من الدين ولا ما من الدين إذا قال الصفوجية ما من الدين كفروا بحلبيهم معهم وإذا قالوا من الدين تطبيق الحدود قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر يسر وليس صعبا ولن يشد الدين أحد إلا غلبا فكلامهم وشروطها تجعل تطبيقها صعبا الشروط من الإسلام تجعل تطبيق الحدود صعبة والحدود من الدين والرسول قال الدين يسر أهاي صفوجي رأيك شنو انت في الكلام طيب دي الصفحة رقم تسعة عشر الصفحة رقم تلاتة وعشرين فيترته جماعة كيف العموما نحن قربنا لكن لو فيترته نكيف نخليهم تاني لأنه نعرفت أن الحتة دي فيها صفوجية بتحاوم وزي الضبابين في الحتة دي طيب والله يا جماعة النازل الضالين ضلال غريب من راحة غريب أنا ذاته ما قيل وقدر طيب لا فيه اتنين وعشرين فيه كلام برضو طيب نمشي ثلاثة وعشرين نجي راجعين اتنين وعشرين قالوا المختصر إن حب الوطن والانتماء إليه ليس نقيضا للإسلام صحيح صحيح إلى حد لكن الكلام الباطل قال بل حب الوطن من الإيمان فتوى للإمام الألباني على اليوتيوب صوتية أكتب شيخ الألباني هل حب الوطن من الإيمان وأسمعه خلاصة الفتوى واحد بناغي الشيخ الألباني قال للرسول قال كده قال للرسول ما قال قال لما في حديث صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الوطن من الإيمان ده أول حاجة قام ده قال ليو النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة قال ما أطيب أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك والدليل ده جاب إنه نسلحال بزاتهم هنا برد وهنا جابوا الزول البناغش بالألباني هده جاب إنه هنا الشيخ الألباني أول حاجة رد ليو إنه ما في حديث صحيح بالشكل ده بعدين قال لي لو قلت حب الوطن ليس حراما قال لي كلام يكون صحيح أو لو قلت حب الوطن جائز جائز في الإسلام أو مباح لكان كلامك صحيح لكن قال لي المشكلة تقول من الإيمان لأنه ده بيحتاج لشنا يا جماعة لدليل ده قال لي طيب الدليل لدتك له للألباني قال هو الألباني قال لي أصبر الله يهديك جواب له بعدك رجع لي قال لي أما دليلك قال للرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال الكلام ده لياتو وطن ولاتو بلد لمكة وحب من الإيمان ولو من الإيمان للإيمان لأنه فيها الكعبة وفيها الحرم بعد ذاك ده داك انتهى الموضوع بتاع الشيخ الألباني مع الزلد قالوا جابوا حديث جابوا دليل تاني بتكلم عن قال عن أنس ابن مالك كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جذرات المدينة النبي عليه الصلاة والسلام أوضع ناقته وكان على دابة وإن كان على دابة حركة من حبها ديشنوذي ديشنوي المدينة يبقى تحب مكة والمدينة كويس دا من الدين لكن هل حب الوطن أي وطن من الإيمان من الإيمان لا لا فالصف وجده جاهل بالدين تماما حلبي والصادق المهدي والجماعة المعاوة طيب الصفحة رقم 22 تقريبا دي آخر وقفة والوقفات كثيرة مع الكلام ضلالهم في مسألة التكفير تكفير الحكام واصلنا الصفوجية أسأل حلبي مختار البدري وسجم رماد لما الناظر وحاول يرد على السرورية بقوا طرفين نقيط خوارج ونصف محمد عبد الكريم وعبد الحي يوسف عرفت كلامي دي الخوارج طبعا خلاص دي الخوارج قال سألوه قال ليه هل السرورية خوارج قال الله ما بنقدر نقول نحنا بنقدر نقول عاي بنقدر تماما خلاص بقوا طرفين نقيط دي الخوارج طب وده الكمان مرجع ده ما فهم من أي حاج يعني انت عشان تناظر السروري التكفيري تطلع بغادي بالطرف الثاني توقع مرجع وقالت لك بقى الكلام بتاعي رجاه واضح صح وصول لكن شو بده برضو في مسألة تكفير الحاكم قال بيردوا على داعش في التكفير ومن لم يقم بعضها أو لم يقم إلا مقاصدها فهو ظالم فاسق فاسق أو ظالم من منع الشريعة بالكلية في بلد إسلامي كافر صح كافر شريعة كلها التوحيد والصلاة والصيام والحكم والزكاة والحج ذا كافر معروف لكن ومن لم يقم بعضها أو لم يقم إلا مقاصدها فهو فاسق أو ظالم كذب ليه؟ لأنه ممكن حاكم أقام الشريعة ولم يقم بعضها بعضها هنا العلماء ليه هو ما أقام بعضها إذا كان مستحلاً لترك بعضها كافر كفر أكبر في إمتى الحتة دي إنت ولا ما في إمتى إذا كان جاحداً لهذا البعض الذي تركه من الشريعة ولو واحد من كل الشريعة لكن جحده كافر فهي ما بالكوم إنه بعض ما كافر كل كافر كل كافر أي لكن بعض إذا ذاته إذا كان جاحد في البعض كافر إذا كان مستحل لترك البعض كافر إذا كان مساوي لما استبدله بهذا البعض من شيطانه أو رأسه وسواه بهذا البعض الذي أنزله الله وقال حكمه في هذا البعض كحكم الله في هذا البعض كافر وكذلك المفضل بليد الحلب بجاه الدين الإسلام وصف وجيه المعاك طيب أمشي قدام قال أن من لم يقم الشريعة فهو فاسق ظالم ولكن ليس كافراً والله الذي لا إله غيره ولا يندم على قبل عقيدة صحيحة التي هي في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذي من أجهل وأضل خلق ربنا سبحانه وتعالى ده الكلام وده خلاصة الكلام جزاكم الله خير بارك الله فيكم أجمعين فضل أخونا ده عنده تعليق قبل استاذ أنيقوا ترقوا له للناس كلما كان يستفيد فضل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عندي أربعة سنة موجهة لأخ مزمل كان ضربت له تلفون الصباحية كذا وقال لينا ما فاضي فقابلت في اللغاء السواء اللول أشيخ مزمل جماعة نصار السنة محمدية هي جماعة قما تقول أنه مبتدعة طيب 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 إذا جماعة نصار السنة مبتدعة ليه السعودية لأسي بتدعمهم بالقروش لأسي بيدعمهم ليه السؤال الأول السؤال الثاني بعض النصار السنة يقول أنه الألباني قام بتزكى سيد قط وما رجع عن الحكاية دي ما في دلاع أنه رجع عن تزكيته لأسي دغط وأيضا استدلوا بالتعاون مع أهل البداع أنهم قالوا ابني تيمية حارب مع الصوفية عند حربة وعند المغول فبتأسي سألتي بس أيوة السؤال الأخير السؤال الأخير السؤال الأخير مزمن إنه بعض الناس يقولوا إنه قدت أصلا بيتكلم إنه قدت أقابلت محمد سيد حاج فينا بعض الناس انكروا قالوا مزمن ده أصلا ما قال محمد سيد حيقوا لا يعرفوا أنصار السنة مبتدعة قالوا أنصار السنة مبتدعة فإذا كانوا مبتدعة للسعودية لحد ده سيبتدعمهم أول حاجة نحن ما قصدنا إنه أي زول قال لنا أنصار السنة معناته شنا جماعة مبتدعة لأنه قد يكون معتمد على الفداوى القديمة من الشيخ بن باز وكذا إنه جوز لهم إنه يعني سموا أنصار السنة وجماعة أنصار السنة وكذا لما نأصروا له حال بتاعت خير ومنهج صحيح فافتلهم على حسب ظاهرهم خلاص فنحن بنقصد بالشيوخ والتنظيمين العرفين الحق والباطل وكذا ده المبتدع أصلا أخوان مسلمين عادير كذا وسرورية طيب أما مسألة السعودية ليه تدعمهم ما تدعمهم أنا ما أعرف والله ده والحاجة ما دليل لا من قرآن لا من سنة يعني فلان ده كويس لأن السعودية بتدي قروش ده ما دليل أصلا لا ده قرآن لا ده سنة ولا قول سلف إن السعودية بتدي قروش معناته وصحيح ما ضال ده ما دليل في الدين ده ما دليل لا من القرآن لا من السنة لا من الإجماع ولا من القياس ده واحد اثنان كثير من الناس اللي بدعمهم ما من السعودية بس من مصير ومن بعض البلدان الأخرى جمعينة حياة تراثة الكويتية وغيرها ده غالب بيكونوا ناس أصلا زي يوم مبتدعة سرورية خلاص زي ما قال دكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم رئيسا صار السنة جناحة بزيد قال ليه كتابك في عبد الحي ده بيهدد مستقبل الجماعة كيف يا دكتور قال لأنه الدعم كله بيجي عن طريق عبد الحي من الخليج العربي في امتى الحاصل فالبضعمهم ده الغالب سرورية مسجل كلامه طيب قال الألباني زكى سيد غطب وما في تراجع من قال من قال أشغل الألباني نفسه سأله السؤال ده قال الذي يقول أني أثني على سيد غطب كالذي يقول أني أكفر سيد غطب وكلاهما صحفه يعني ما بيسنع عليه لأنه سيد غطب عنده ضال عند الألباني وما بيكفره لأنه معتبره ضال مبتدع لكن ما كافر ده خلاصة الموضوع طيب ده الألباني قال كيف تلقى بيسط نفسه يا أخي أفرض إنه زكى عديل وما قال الكلام ده ولي حاجة خلاص الصيف سيد غطب ضال ولا ما ضال زول سبى نبي الله موسى وما تاب ضال ولا ما ضال سيد غطب ضال زول سبى نبي الله داود وسليمان ضال ولا ما ضال مبتدع ضال زول سبى عسوان بن عفان ضال زول سبى معاوية ضال زول سبى أبا سفيان ضال زول سبى عمر بن العاص ضال عند كل كرة الأرضية كلها ضال مبتدع ده أول معلومة تعريفة طيب بعد ذلك قال ابن تيمية حارب مع الصوفية ما حصل ابن تيمية هو الأنكرة كلام ده ذاته قال القتال مع التتار أهل العلم قال كله ما شاركوا في المرة الأولى قال لأنه أصلا دل كانوا بيد يقولوا يا خائفين من التتر لوزوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر كانوا صوفية قال جنكده أهل العلم ما غاتلوا معهم قال بعد ذلك أهل العلم على أمام التوحيد وأنهم عن الشرك وعبادة أولاي الناس وعبادة الأشيوخ وغيرهم قال فوحدوا ربنا حصل الغتال للمرة الثانية قال انتصروا الانتصار ما حصل أصلا هزيمة للتتار مثلا أبدا لأنه بيقوا موحدين بعد ذلك دخلوا أهل العلم في المرة الأولى لما كان فيها جدود ناس الياغوتي وجدود قرقب الله من الصوفية أسلافهم وجدود صديق المهدي والحلبي ناس ابن تيمية ما خشوا طيب قال محمد سيد ومزمي الما قال ديك بيقوله مزمي الما شافوا ولا قابلوا يعني شوني يعني ما شوف ده محمد سيد لو بردنا ما رأيته أها ما أخش الجنة يعني بشر من رأى ومن رأى ومن رأى ومن رأى مراك إلى سبع بالجنة ما في كلام زي ده في المنهي السلفي قول ما شفت محمد سيد أها معناته شنو أنا ضال يعني ما بخش الجنة يعني ما ندرفهم يعني شنو الكلام ده قالوا الله رأاه ولا جالسه ما رأاه ولا جالسه ماذا يعني هذا الكلام الكلام طبعين يا جنو بمس الحاجة بالإسلام انتو الآن شفتوا الرسول خليه محمد سيد شفتوا الرسول انتو خلاس نقول هتخشوا النار جهنم مبتدع على أنكم ما شفت الرسول من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وبالتأكيد ثم الذين يلونهم الالتة دي الجيلة التالت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ده تابعيات تابعين ما شافوا منه الرسول مع دا الرسول قال خير الناس أها دي تحلها كيف؟ يعني صار سنة دي تحلها كيف؟ دا نصف البخاري الناس اللي ما فهمين دين لا قرآن لا سنة لا تاريخ لا جغرافيا لا بيهة لا يحي خالص طيب ما القاعدة التي استند عليها مزمي الفقير عند ظهوري في قناة النيل الأزلك؟ قاعدة كيف يعني؟ يعني حرام يعني ظهوريناك ولا شوني أنا ما فهم آه غناء أنا ما شايت يا جماعة منكر أنكرت على الغناء وأنكرت على الصوفية اللي بيجون في الغناء ويجون في تلفزيون السودان وغناءة الخرطوم وغناءة شنو الخضراء ولا كلامي ما كان عن الصوفية أنا ما شايت منكر منكر عرفته؟ حسد لو ضرب لي عبد الحي بس دقس كده عرفته؟ قال لي أسلام عليكم شيخ أبو عبد الرحمن آهي تعال طيبة جدا والله أمشي أرده مليك لما نتكيفه ذاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دعاني عبد الحي وهو من أكبر المبتدعة في هذه أغيب ما تكفي للخطي هذو دقية خلاس؟ والبرأ طبعا يعني رجل مشرك وكذلك الإزيريك وبالله التوفيق أنت بتلعب أليه؟ ده حرام؟ ده حرام يا جماعة؟ يا خطة متعاون مع الصادق المهدي وبتوقع على كلام كفر عديل ومع الفاتحة ودى الفاتحة غريب الله ومع الكبيسي تتان عندك لسان تتكلم بهو؟ هذا أي لسان لما أنا أفتكر كلام ده كفاية جدا هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبي محمد وأله صاحب